السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة النهاردة ان شاء الله هقولكم ازاي تعمل قفتة الفريق بالصلصة دي احلى والاز نوع قفتة بجد قفتة الفريق بالصلصة حاجة نمية كده خفيفة لو جربتها تدمينيها بصو خفيفة ازاي تقطع بسرعة ازاي وتحطها في بوقت تدوب دوب من كتر الخفة بتاعتها انا عن نفس بالنسبة للقفتة دي احلى من اي نوع قفتة قفتة الرز او قفتة الحادر قفتة دي خفيفة دو حلو تقطع معاك بص شايفين الكمية دي كلها بنص كيلو بس وطعم النميه من الاخر نقول بسم الله ونبتدي هجيب كوباية لربع فريق متشوش الفريق بيكون شكل اخضر بالشكل ده بصه وده شكل الفريق ولازم يكون متشوش نحط في طبق ونروح نغسله غسلتين بصه هده شكل الفريق ويكون متشوش زي ما قلت لكم بعد ما غسلته غسلتين هنزل عليه بشوية مية دافية واسيبه يتنجح حوالي ربع ساعة يعني هسيب الفريق مع المية الدافية وربع ساعة على جم عشان الليل معايا يبقى كويس خلص لما نيجي نطحنه مع اللحمة خلاص اهو بعد ربع ساعة من النبع بص الفريق طري الزاي وزاد دوازن وزاد حجمه زاد تقريبا الضعف يعني الكوباية اللي ربع بيجد كوباية ونص دلوقت هجيب مصفاية وصفيه واسيبه في المصفاية حوالي ساعة سيبه كده في المصفاية زي ما هو ينزل كل المية الزيادة اللي فيه ويزيد حجمه تاني ويقبى ناعم يقبى كويس خالص عندي نص كيلو لحمة هجيبه وافرمه لازم نص كل لحمة يكونوا مع حية الدهنة كبيرة كده او منتو ممكن تجيبوه مفرمه جاهز بس اهم حاجز لما قلتلك لازم يكونوا مع حية الدهنة هيبصوا عشي تديها الطعم حلو ادي اللحم بعد ما اتفرمت معها داكافرم على حية الدهنة اعمل بقى بقى الخلطة فما اتفرمت الاخضار انزل ببصلة متوسطة بالحجم ده زي ما انتو شايفين اقطح القضع صغيرة انزل على البصلة بشوي التوم ابصوا بالمقدار ده بعد كده انزل علىها بالفريق المنقوع بصوا الفريق حاد مزادت ازاي ونعم ازاي انزل بالتوابل تلت ملعقة كبيرة في الفلسود ملح نص ملحة كبيرة قصبر ناشفة بس هم دلت توابل فلفل سود ملح قصبر ناشفة عشان ما تأسرش على طعم اللحمة وتغير طعمها بعد كده هفرمهم ونعمهم بعد ما فرمتم ونعمتهم هنزل بيهم على اللحمة وبالخلطة اللي فاتت دي كلها تفرميها بعد كده تنزيبها على اللحمة باقي هاتمسكي كله مع بعضه بايديك كده هوا تخلطي مع بعضي كويس خالص خالص لحد كله ما تجانس مع بعضي بعد ما تجانس مع بعضيهم انا هغاقيهم وحطهم في التلاجة حوالي نص ساعة عشان اللحمة كله يشرب من توابل بعضي ويديها طعم احلى وتستريح شوية في التلاجة تكون سهلة افتشكيلها وقاليها هجيب طبق احط في شوية مية وعليه ملعقة زيت وادهنادي بعد ما سبتها استريحة في التلاجة حوالي نص ساعة بعد كده انا هبل صابع ايدي من المية ومزيت دي واخد حتة منهم وابتدي اكور بالشكل ده يو بتبل صابع ايدك من المية اللي فيها زيت بعد كده تاخذ حتة من خلطة الكفتة وتكور فيها بالشكل ده يمكن تخليها قوار تخليها طويلة قول صوابع براحتك بس القوار على فكرة بتطلع طعمها احلى اهو قبل الايدي واخد منها وقور بالشكل ده وصور كمية ده كلها تنس كين وكما انما تحطها في الصاصة هتزيت اكتر وضاعم ما اقول لكم شنا ما ايه من الاخر بجدي عندي احلى واخف كفتة هتاكلوها وخفيفة خالصو بتضب في البوكو دي بس ما تنسوش اللايك ابتدي اجليها انا عن نفس بحب اجليها في زيت في زيت بتكون اخاف ما بجليها في سامنة وفي طاصة على النار حقيت شوية زيت والسناتهم اول ما سخنه انزل بالكفتة على نار متوسطة لا عالية ولا باردة اول ما اتحمل من الناحية دي اجليها الناحية التانية وبس كده هو ده التحمير بتاعها ادهن بعد ما اتحملت معايا بالشكل ده ها ده كرا هعمل الصلصة في حل على النار هنزل بملعقة كبيرة مليانة سامنة بعد السامنة ما سخنت هنزل عليها بملعقة كبيرة مليانة توم مفروم ناعم خلي التوم كتير كده ملعقة كبيرة مليانة ما تحقش بصل بالفعل البصل بيخليها تجيلة وطعمها مش حلو انا هنحق توم فقط التوم بيجد بيديها طعم الاخر بيخلي طعمها لذيز خالص اهم حاجة يقول لكم ما تحقوش بصل بعد كده هنزل بالتوابل وهي فلفل اسود وملح وكمون وقصبر ناشفة فقط لغير وفلفل اسود وكمون وملح وقصبر ناشفة بعد كده هجلبهم مع بعضيهم لحد التوابل ما تتحمص معايا والتومة تصفر شوية ما تخليهش متحمرة يدوب التومة تصفر صفران بس دلوقتي هنزل عليهم وبعصير خمس حباء طماظم انا نجيبت خمس امطنار وعصارتهم وصفيتهم كويس خالص من الجشر اللي فيهم هنزل بيهم على التومة واستناها لحد ما تسبق اهد الصلصة بعد ما تسبقت معايا اخدت معايا على النار حوالي ربع ساعة على نار متوسطة غطيت الحلة وسيبتها تسبق براحتها اخدت ربع ساعة بعد كده هننزل عليها بالكفتة ونجلبهم مع بعضهم كويس خالص بعد ما قلبتها كويس خالص بالملعقة اهد النار عليها سيبها على نار هادي خالص وغطي الحلة وسيبها حوالي ربع ساعة يبقى هتاخد ربع ساعة على فكرة احنا ممكن نسويها في فرن البتجاز من تحت يعني نمسكهم كده كلهم الصلصة بالكفتة نحقها في طاجم نحقها في فرن البتجاز من تحت تاخد حوالي تلت ساعة بس الصراحة عبر التجاز من فوق احسن ليه اسرع واسهل وابسط واحلى واخف بص خطيش هتزاوحل وازاي بعد مستوى التحفة